السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبايبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية وسلام يا رب والسنة الجديدة تيجي واحنا بخير وتبقى سنة سعيدة عليكم ان شاء الله وعلى الامة الاسلامية كلها يا رب وينصر اخواتنا اللي في فلسطين ويعني السنة الجديدة تيجي عليهم بالخير ان شاء الله ندعي لهم كلنا يا رب ان هي الغمة اللي عليهم تنزاح ويبقوا في احسن حال ان شاء الله اول حاجة بقى هنعمل النهاردة الفراخ اللي هي زي اللي بنجي من عند الكابقي المشوية بس هنعملها في الفرن بس طعمها ورحيتها هتبقى زي اكنك وشويونها على الفحم او جايبينها من عند الكابقي وهنعمل معها بقى شوية رز بسمتي كده الوان حاجة كده تفتح النفس اول حاجة بقى عشان نتبل الفراخ بتاعتنا هنحتاج بصلايا اتنين طماطم قرن فلفل حراء ممكن تستغلوا عنه بفلفل حلو ورقتين لورة وثلاث فصوص كده من الحبهان وعصير نصف لمونة ومعلقة ملح نصف معلقة من الفلفل الاسود معلقة كوزبرة جفة معلقة كاري ومعلقة بابريكا طبعا كل المعالق دي معالق صغيرة معادة بس الفلفل الاسود معلقة صغيرة نصف معلقة صغيرة هنجيب بقى البصلايا بتاعتنا نبشورها او نضربها في الكبة والطماطم نبشورها عايزين القلب من عايزين القشر فهنبشورها ناخد القلب ونسيب القشر والفلفل الحرق بتاعنا لو انتم مش عايزينها صبايسي ممكن تبشوروا فلفل الوان او فلفل اخدر حلو لو عايزينها نص كده يعني تاخد بس طعم كده حلو يعني بشوروا نص الفلفل الحرق لو عايزينها صبايسي بقى نكمل الفلفل لحد الاخر ونحط بقى عليهم الوراق اللورة بتاعنا والكان فص كده من الحبهان ونعصر النص لامونة اللي عندنا وبعدين بقى ننزل بالتوابل بتاعتنا اللي احنا قلناها وبقى الملش دقوه لان مش كل الملح زي بعضه فانا استخدمت معلقة صغيرة انتم ممكن الملح تاكو يبقى حادق يعني ازبوتوا الملح بتاعكو على حسب بقى الملح اللي انتم بتستخدموه ونجيب بقى معلقة كبيرة من الخل ومعلقتين كبار من الزيت علشان ايه يدوا كده الفريق بتاعتنا تلميعة كده وتبقى بتلمع كده لما تخرج من الفريق ونقلب بقى التديلة بتاعتنا كويس ونجيب بقى الفريق شوفوا بقى انتم عايزين تستخدموا فرخة كاملة على بعضها بيبقى شكلها توخفة طبعا لو عايزين هتبقى مقطعوها انا استخدمت دبابيس واجنيحة واللي هي الرقبة كنت بصراحة هعملهم كريسبي كده بس قلت بقى الواحد اصلا يعني مش عايزي اقول حاجة مقلية كتير والزيت بقى غالي فنعملهم في الفرن كده مشويين جربوا بقى الطريقة دي تشنتي لو ما جربتاش هتندمي بصي ان انت مع عمرك وهيفوتك عمرك كله لازم تجربوا الطريقة ديت التدبيلة بقى دي تبات في الثلاجة ليلة كاملة عشان تطلعي بالطعم اللي هو بزي ما بتجيبوه من المحلات اللي هي برا لكن لو مستعجلين مثلا ممكن تسيبوها في التدبيلة ساعة ساعتين لو انتم مستعجلين لكن لو عايزين بقى الطعم الممتاز بتاع الكباب الجاية ده بيتوها في التدبيلة ليلة كاملة ونجيب بقى اي صنية تكون حوط كده ونحط عليها بقى شبكة شبكة الشاوية بقى اللي هي بتعمل شكل المربعات دي بتبقى هايلة في الوصفة دي ما عندكيش اخدي بقى اي شبكة كده فرن عندك وحطيها عليها ويمليها من تحت بقى بمية سخنة كده مغلية وتكون يمسخنة الفرن قبلها بساعة كده او نوص ساعة على درجة احرارة عالية ونزلي بقى حطي بقى ايه الصنية بتاعتك تستوي بقى كده فيها تعالوا بقى نعمل ل因为 الفراغ بتاعتني تستوي نعمل بقى الروزر بسمات الخاطر اللي انت شرطوا في اول الفيديو ده هنجيب بقى الحالة بتاعتنا نحط فيها معلقة من السمنة وننزل بقى عليها وننزل بقى عليها بكم فص كده من الحبهان ورومفل وورق لورا ولو عندك بقى قرفة عيدين حطي عود كده من القرفة لو ما عندكيش زي حطي كده رشة وبصي قوي من القرفة واول من طوبل بتاعتك تاخد ريحة مع سامنة انزلي بقى بالرز ببسمتي بتاعك وعلى كل كوباية رز كوباية ونص من المية واول ما الرز بتاعنا يتشرب كده المية نفتح بقى الحلة بتاعتنا كده ونجيب بودرة زعفران من عند العطار ونغرس كده بحرف المعلقة كم كده كم واحدة كده بس ما تقطروش يعني عشان ما يدخمش لون برطقوني يعني يدوبك كده مقارتين كده في الرز وخلاص هنا بقى وغطوا طبعا الحلة علشان الرز بتاعكو يستوي وغطوا النار خالص لحد ما الرز بتاعكو يستوي خالص هنا بقى الفرقة بتاعنا كانت طلعت من الفرن بص شكلها بقى خطير وكنت بقى مسخنة فحمية كده على النار حطتها على ورق فيل وغطتها وسبتهم بقى ياخدوا من رحة الفحم كده ترجمة نانسي قنقر لو عجبكوا بقى الفيديو بتاعنا ووصلتوا معي لحد هنا ما تستنوش بقى كتير واشتركوا بسرعة في القناة وفعلوا زر كرس شان يوصلوكم كل جديد ولو انتوا بقى ملتركين متبخلوش علي باللايك والمشاركة بتاعتكم وتعليقكم الجميل ولو جربتوا بقى الطريقة دي تكتبولي في التعليقات النتيجة بتاعتكم بالصورة عشان هنزلها في المنتدى ضم ضم فرعيتي الله وسلام الله سلام عليكم